يبدو أن القلق بات يسيطر على الديمقراطيين في الولايات المتحدة من خسارة الرئيس جو بايدن مرشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة وسط تراجع شعبيته في المنافسة المرتقبة أمام مرشح الجمهوري دونالد ترونب تقرير صحفي جديد كشف أن الرئيس السابق باراك أوباما يخشى بشدة من خسارة بايدن ليتدخل شخصيا بنقل النصائح وتوجيه حملة المرشح الديمقراطي لتجنب خسارته المحتملة أمام ترونب وأيضا منع كارثة حقيقية قد تحل على الديمقراطيين هل تنجح جهود أوباما في دعم موقف بايدن في الانتخابات؟ إذن دعوني مشاهدين أن نطرح هذه الأسئلة وغيرها عن هذه التطورات مع ضيفي من واشنطن الخبير الاستراتيجي الديمقراطي ريتشارد جوتستين سيد ريتشارد مرحبا بك معنا أليس غريب هذا الموقف من بايدن عندما تكشف التقارير أن يجري مع بايدن مكالمات منتظمة وأنه أيضا يجري اتصالات خاصة مع موظفيه في البيت الأبيض ومع كبار مساعدي بايدن في حملته الانتخابية هل بات بايدن أو أوباما يقود حملة بايدن الانتخابية؟ ليس هناك أي شيء غير عادي بالنسبة لهذا الأمر بيل كلينتون فعل الأمر ذاته حين كان الرئيس باراك أوباما يحاول ترشح مرة ثانية في 2012 وطبعا ألقى خطابا حماسيا في ذلك العام وهذا ما يفعله الأصدقاء عادة على المشاهدين أن يعلموا بأنه خلال العشرة أيام الماضية كان هناك على الأقل عشرة استطلاعات الرأي تظهر بأن بايدن متقدم أو أنه متعادل مع ترامب وفكرة أن ترامب متقدم أعتقد أنها ليست فكرة صحيحة نعم كان ذلك قبل أشهر أو شهور أو شهرين ولكن في الولايات المتأرجحة مثل بنسلفينيا وميشيغن وويسكونسين على سبيل المثال بايدن وفي آخر استطلاعات الرأي في تلك الولايات إما متقدم أو متعادل إذن نعم سيكون السباق محتدما وفكرة أن أوباما قلق وخائف أظن بأن هذا غير صحيح أعتقد بأن طبعا عمله هذا بكل تأكيد سيساعد القلق جاء على لسان أحد مساعدي بايدن وحملته الانتخابية على أساس أنه لقال نيويورك تايمز أن أوباما كان قلقا دائما بشأن خسارة بايدن أو تعكس هذه التدخلات بهذا الشكل في هذا التوقيت النوع من قلق في فشل أمام ترامب ربما في المواجهة الثانية هل يمكن أن يدعم أوباما بهذا الشكل وأن ينزل بثقل بهذا الشكل أن يعزز من حضود بايدن على أرض الواقع خاصة أن هناك انتقادات على شخص أوباما نفسه أمام عدد من الناخبين خارج الحزب الديموقراطي على أساس أنه اختطف الحزب برمته باتجاه اليسار الراديكالي أو الاتجاه التقدمي بشكل كبير ما يعني أخرج الحزب عن أسسه التقليدية أو المتعارف عليها جو بايدن فاز بالترشيح الديموقراطيين في 2020 لأنه كان معتدلاً وكان من الوسط ضد بيرني ساندرز الذي يعتبر اشتراكياً لا أعتقد بأن هناك من يظن أو يرى بأن أوباما راديكالي ومتطرف من اليسار نعم ربما منتقدوه من اليمين ربما يقولون أي شيء ولكن سياسات أوباما كانت أظن بأنها في الوسط وأعتقد بأنه لا ينبغي أن يتفاجأ الناس بأن أوباما وبيل كلينتون الذين طبعاً يشاركاني في الحملة الانتخابية لبايدن سيفعلان كل ما في وسعهما لإبقاء دونالد ترامب خارج البيت الأبيض فهذا يخيف معظم الناس في الولايات المتحدة خوفاً شديداً مجرد التفكير بأن ترامب سيكون رئيساً مرة أخرى وبأنه سيفعل نفس الأشياء أو الأشياء التي لم يفعلها في الماضي نعم هناك قلق ربما ولكن كما قلت أوباما نعم يحمل عبءاً كبيراً وخاصة له وزنه بين الأفارقة السود وبين التقدميين وربما بايدن يحتاج المساعدة في هذا المجال وأوباما هو أفضل شخص يقدم ذلك أوباما أفضل شخص لذلك ولكن بالنسبة للمستقلين والمتأرجحين إلى أي مدى خاصة أن هناك أصوات تفيد أن أوباما هو المتحكم أو ربما ما هو الدور أوباما نفسه في صنع القرار بالنظر للتساؤلات المتزايدة في الفترة الأخيرة بشأن الحضور الدهني لبايدن وبنظر لسنه وعمره معظم أولئك الذين لم يقرروا بعد من الناخبين من سيختارون يبدو بأنهم فقط لا يفكرون في السياسة إنهم مثلا لا يقولون أن أوباما سيفعل هذا أو أن هذا سيفعل هذا هؤلاء إما أنهم لا يفكرون بالسياسة تماما وطبعا هؤلاء معظمهم كذلك في نهاية المطاف البيانات تظهر بأن هؤلاء يميلون أكثر لأن يكونوا ديمقراطيين أكثر من أن يكونوا جمهوريين إذا انتخبوا ولم يبقوا في بيوتهم فيميلون إلى الديمقراطيين ولهذا فإن الدعم المفتوح لأوباما يمكن أن يحدث الفارق في تلك المجتمعات بالنسبة لأولئك الذين يدعمون سياسات بايدن ولكنهم طبعا لا يكترثون كثيرا بالسياسة ولا يعرفون ما فعله لهم فيما يخص مثلا الإعانة الطلاب أو مواجهة البيئة وتغير المناخي والأمن أيضا في الشوارع ومواجهة الجريمة شكرا جزيلا لك ريتشارد جوتستين الخبر الاستراتيجي الديمقراطي من واشنطن ترجمة نانسي قنقر